اشتركوا في القناة في جميع انحاء العالم من خلال نايل سات اللي بيشوفوا نايل لايف وبرنامج صفحة جديدة ادعوهم انه هم في جميع انحاء العالم انه هم ييجوا ويزوروا مصر في الفترة اللي جاي ليه بقول كده لانه موسم الصيف على وشك خلاص النهاية وطبعا يعني اخواننا العرب اللي ممكن يكون عندهم اولاد ومدارس وجامعات وحركات كله بقى حيروح حضرتك ايه يرجع تاني لبلده عشان بداية الموسم الدراسي وطبعا الاجانب اهلا وسهلا بيهم اللي موجودين في جمهورية مصر العربية من جميع انحاء العالم لكن في بداية موسم جديد ان شاء الله الايام اللي جاية اللي هو عشرة بقى وحداشر واثنشر والجو الجميل اللي موجود في جمهورية مصر العربية المعتدل اللي طول الوقت فيه شمس طول الوقت فيه استمتاع بكل ما هو سياحة في جمهورية مصر العربية فبقى ادعو كل دول العالم وشعوب العالم وخاصة في الزل التغير المناخ الغير طبيعي والأعاصير والفيضانات والحرائق اللي احنا عملين يشوفها في كل مكان الله يكون فعون طبعا الدول اللي فيها هذه الكوارث الطبيعية يعني لكن يعني ما عمل دعاية البلدي انه اللي في الدول الاوروبية اسبانيا فيها فايدانات غير طبعية الشوارع كلها بقت انهار تايوان ولا 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 الصين ولا عصير غير طبعية رياح رهيبة جدا 200 كيلو في الساعة بتشيل عربيات بتشيل متسكليات بتشيل بيوت واشجار حاجة يعني مش طبعية ده غير فيولايات المتحدة الامريكية ده غير الحرائق اللي موجودة في كتير من دول العالم في دراسة كده بتقول انه مثلا الانجليز اللي موجودين في لندن او في اي مدينة في انجلترا يعني ارخص لهم انه هما يجوا يعودوا شهر مثلا في مناطق السياحية اللي عندنا ارخصوا انه هما يدفعوا فزورة الكهرباء والغاز فانا بدعو كل شعوب العالم يو ارخصوا في ايجيبت الخريف يعني يكون فيه اقبال اكتر واكتر وفاحت حيقول لي انت بتعمل دعاية عام للسياحة اقولك اه اه بعمل دعاية البلد يا اخي زا كان اساسا ها جريدة انجليزية او بريطانية حضرتك اللي اسمها تيليجراف بتعمل دعاية حضرتك للسياحة في مصر بتدعو كل الناس اللي في اوروبا اللي ممكن يكون عندهم مشاكل بسبب التغير مناخ فيضانات حرائق روحوا استمتعوا في مصر والتونس والمغرب والله ما بهزة فزا كان البريطانيين نفسهم بيعملوا دعاية بسم الله ما شاء الله الجمهورية مصر العربية وعايزين نقطر في السياحة والسياحة ان شاء الله توصل ل30 مليون كل سنة باذن الله واكتر كمان هي دلوقتي 14-15 تيليجراف مصر ضمن افضل وجهات السياحة في شمال افريقيا سلطت صحيفة التيليجراف البريطانية الضوء على ابرز الاماكن في شمال افريقيا لقضاء عطلات الخريف بعيدا عن موسم الاعصير الاوروبية وفي مقدمتهم مصر والمغرب وتونس تعالوا لقصر واسوار وتعالوا شوفوا كومومبو وشوفوا حضرتك ودي الملوك والملكات شوفوا النايل نايل كروز المراكب الفندقية والرحلات الجميلة بنخلص من موسم وهو موسم الصيف وبداية موسم جديد ان شاء الله بالخير والامن والامان يا رب وانحنا بقى نعرف اكتر واكتر قيمة السياحة وقيمة دخل السياحة لجمهورية مصر العربية اكتر واكتر ونستقبل الديوف مصر بالسياح باشكال مختلفة وبحبه ونعمل وعي اكتر واكتر يعني ان احنا يعني بعض التكوزات وبعض المشاكل اللي بتحصل اثناء زيارة السياح لجمهورية مصر العربية نحاول بقى نحاول نحجمها اكتر واكتر قد ما نقدر يا ريتي بقى فيه وعي اكتر في المدارس والجامعات عن قيمة قيمة اهم دولة في العالم ممكن تبقى اكتر دولة في العالم يجي لها السياحة لو استغلناها صح وقدرنا نوظفها صح باذن الله تعالى كل سنة ونطيبين موسم جديد ان شاء الله للسياحة باذن الله تعالى من جميع انحاء العالم يا رب